اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تغبل الله طاعتكم وتغبل الله صيامكم وقيامكم يقول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أعزائي المشاهدين في هذا البرنامج سنقف لنسلط الضوء على أهم مكونات المجتمع وهي الأسرة الصغيرة صغيرة بعدد أفرادها وكبيرة في مصادرها من خلال أبوين صالحين أنجبوا جيلا رائع يعيش بيننا بالمجتمع وهو نموذج لتربية صالحة وأبناء صالحون عدنا لكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم مساكن مستغرة وحديثنا عن الخلية التنظيمية ألا وهي الأسرة هذه الأسرة لو تحدثنا بأن هذه الأسرة الصغيرة لو نجحت في استغرارها ونجحت أيضا في تربية أبناها لكانت لدينا أسرة قدوة لدى الجميع اليوم حديثنا مع الدكتور راشد العليمي وحديثنا أيضا لازال عن الخطوبة اللي دائما حريصين بتواجدك معنا دكتور في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن الخطوبة وأسئلتنا كثيرة اليوم الله يبارك فيك مزاكم الله خير على الاستضافة وإن شاء الله تكون حلقة موفقة بإذن الله عز وجل طيب دكتور معايير الزواج هناك يعني معايير وهناك بعض الأمور الخاصة اللي ممكن أن تدخلينا نطلع عليها إحنا والمشاهدين التي تهم الشاب وفقا لقناعاته في الزواج حسن بداية بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم عن نبي الله وعلى آله وصحبه ما بعد هذه المعايير أو هذه النظرات عند الشاب حتى يقدم إلى الزواج ترى أولا لنؤسس قضية مهمة جدا أنها تختلف من إنسان إلى إنسان تختلف من فتاة عن فتاة لكن لربما نتفق على أساسيات مهمة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تمكح المرأة لأربع لمالها لجمالها لحسبها لدينها أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عن الشاب من ترضون دينه وخلقه أيضا نريد أننا مع نظرتنا المعاصر الآن أننا ننظر إلى أفكار هذا الشاب وعيضا إلى أفكار هذا الشاب لأنه الآن أصبح زمن ماذا؟ زمن مختلط فيه فوضى من الأفكار والتطلعات نحن ممثل الزمن الماضي الشاب حد حد وين يجلس ترى بالديوان أو حد في بيته أو حد لربما إلى زمن قريب بالكويت إلى والله ربع بالفريش قاعدين بالسكة أو البنت ما تخالط إلا أمها وجدتها وخالتها وعمتها الآن نحن مجتمع منفتح بل مجتمع أيضا منفتح على العالم بأكملة ترى البنت أو الشاب داخل غرفة النوم أو داخل غرفته هو الآن مطلع على العالم بأكملة فإذن من البداية هذه المعايير هذه الأمور لا يأتي على إنسان يقول والله شنو البنت هذه متدينة أنا أبيها نقول لحظة في أيضا معايير راح تدوم معاك بعد ذلك هل هي تصلح للبيت؟ هل تصلح للرعاية؟ هل هي مثقفة؟ هل هي متعلمة؟ وأنا ما أتكلم على كلمة مثقفة أنها حاصلة على الدكتورات أو الشاب أنها حاصلة على الدكتورات لا أحيانا تكون دكتورة دكتورة تتزوج واحد احتمال شنو؟ جامعي وأحيانا دكتوري تتزوج واحد احتمال شنو؟ شهادة ثانوي القضية هي ماذا؟ معايير موجودة بالطرفين وأيضا أركز على قضية مهمة جدا وهي أن هذه المعايير ليست على درجة الترمومتر أمية بالمية يعني أيضا لتختارها احتمال أنت تفاضل بين شيء عن شيء أنا أفاضل شيء عن شيء آخر غيرك أنت وأيضا لا نصل إلى حالة وحنا قلناها يمكن مرات ماضية على قضية المثالية أنا أريدها أمية بالمية جمال أمية بالمية بالطول أمية بالمية بالحسب أمية بالمية بالمزايا والدين والخلق لا لا لحظة لاحظة لاحظة ما في هذا إلا أن تتزوج نبي ولا نبي عذفي الله وما في نبيات يعني انسى هذا الكلام زين؟ فزوجتك لا هي أم البيني خديجة ولا هي الرابعة العدوية ولا أيضا الشاب لا هو أتقول أبو بكر ولا هو علي بن تبي طالب انسى هذا الكلام فالقضية هي ماذا؟ مثاليات بالنسبة لأتثراها بمعنى الجمال الجمال معيارة عادي في شيء نعاب؟ må Teve ما في شيء نعاب طولة؟ لا يوجد شيء ينعاب بياضة لا يوجد شيء ينعاب عليه البنت فيها شيء ينعاب لا أبدا جميلة الحمد لله مقبولة أصلها فصلها دينها وكذا فإذا ضبطنا هذه المعايير حتى ماذا يولدنا ولدت هي البنت إما مو حلو هذا ليش ابنيتي ما أشوفه حلو لا يكون حط بالش نفس الروايات لا يكون حط بالش نفس الممثل الفلاني اللي يطلع بالفيلم اللي هو كاذب هالصورة لا يكون أنت من كثر ما تشوف التكتوك والإنستجرام وغيرهم شنو حاط معيار معيار أن البنت جمالها هكذا لا دير بالك وهذه قضية مهمة جدا أن الأسرة تنمي عنده الولد ونقصد بكلمة الولد الأبن أو البنت المعايير المنضبطة نسميها الأساسية ما ننزل لأساسية أن الشاب شنو فيه أموره كذا كذا حتى لوصلنا 50% ربنا ولك الحمد البنت لربما وصلنا عليها من 50% ربنا ولك الحمد لكن القضية ماذا؟ على قدر ما يطلب الإنسان المثالية نقول لا أصبر لن تصل بعد ذلك فهذه من الأمور حتى ندخل عليها بعد ذلك وأيضا لا ندخل على أيضا شروط تعجيزية ما بعد الزواج يعني هذه قضية مهمة من فترة الخطبة التعجيزية تأتي من الزوج أو من الزوج أثنين هم أثنين هم يعني مرات شنو الأهل يعني على البنت يكون أسرتها تتحمل أمور معينة في الزواج و النفقة و أمور من البداية البنت تقول ما يبقى ما أبي أنا بتزوج واحد هو اللي ينفق يظهر القوامة و أنا دائما كنت أسأل هذا السؤال القوامة حقه لمن القوامة حقه لمن و كان الكثير منهم يطيح بالفخ مني في هذه نفس النقطة هذه دكتور من التي لا تصلح للزواج لدى الشباب أخذ يزعلون أخذ يزعلون اليوم ذكرنا ما شاء الله لدينها و حيسى بها لكن من التي لا تصلح للزواج أنا ما أقول هي و بس هو أثنين هم خلنا نطالع الشاب الذي لا يصلح للزواج نهائيا إنسان ما يتقن الله من ربه سبحانه وتعالى يعني تخيل شاب ما يعرف جبلة ربه ما يصلي نهائيا أو شاب خبل اسمح لي أقول الكلمة طايش متهور وبعدين الأم يقول شو زوجه عشان يعقل وبنت الناس يتربي لا والله أنت ربوه أو إنسان شنو حتى في الأمور الأخلاقية سيئة عاق مع والده عاق مع أسرته عاق حتى في العمل أو إنسان لا يحلل ولا يحرم اسمح لي لما نسأل عن شاب نقول له هذا بالدوام شون والله يبصم و يطلع اسمح لي خلن نكون واقعيين لأن كثير من حالات الافتراغ بين الزوجين لها سبب خطير جدا وهي قضية شنو منزوعة منهم البركة والبركة تأتي من ماذا من قضية الحلال و الحرام فهذا أمر و أنا من تجربة هل هنا المشكلة دكتور هل هنا المشكلة أن هذا الإنسان ما يتق الله في الحلال و الحرام شنو هنا ما زوجه إنسان يتعامل حسين ما بسريقة ما أكل ما الأيتام ما أكل ما الأخوانه ربه ما زوجه هذه الأمور ما يصلح للزواج و أيضا يدخل معها الشاب الميصلي أو هذا الدرجة الأولى و أيضا بالفتاة فتاة يعني احتمال عاقل والديها لا يبوا ما تزوج بنت والله عصبية مفرطة يقول والله شنو منت عصب تكسر لي جدامها يبوا عالجوها و يبوها لنا أو بنت ما تحلل ولا تحرم يعني حتى بعض البنات سمح لي أقول اللي تبصم و تطلع أو ما أكلها مثل دعم عمالة بالباطل أو بنت تسرق من أهلها و تسرق من صديقاتها لا ما أتكلم و هنا يجرنا سؤال مهم جدا و سمح لي أنا أطرحه لما يتقدمون في فترة الخطبة و يسألون ناس هل يقولون الأشياء الزينة و للأشياء الشينة بالطرف الآخر دائما نصححون دائما نظهرون الشيء الإيجابي الغلط غلط غلط لما يتقدمون يسألون عن الابن أو على البنت لازم تذكرون الأشياء الشينة قبل الزواج لابد أن يكونون فيه صراحة هو أو هي أمام من يتقدم لهم أو من يكونون عنده تقول له لازم هو هو يقول لها بعد جميل على نفس هذه النقطة دكتور سوف نطلع فاصل و نرجع لك فاصل مشاهدي الكرام و من ثم نعود عدنا لكم مشاهدي الكرام و حياكم الله مع ضيفي الدكتور راشد العليمي حياك الله دكتور الله يسعدك يحرمك دكتور يمكن سألتك قبل الفاصل بأن كثير من القضايا الموجودة الآن و تنظر في المحاكم بأن البعض من الشباب يتزوج فتاة يعني عدد كبير دكتور للأمانة لكن نبي يعني أيضا ناخذ جانب كبير في هذا السؤال لأن بالفعل كثير للأمانة ما قاعد نشوف قضايا طلاق و بعضهم يقول لهذه قصوا عليها ذو لخدعوني فشنو رأيك دكتور جميل جدا أنا قبل أجاوب على هذا السؤال الكريم من حضرتك قضية الفسخ أنا ودنا نخليه بعد شوين نتكلم عليه جميل هل ممكن الفسخ الخطبة ولا لا أخليه شوية لكن بنطلق من انطلاقها مهمة جدا أن في فترة الخطبة خلي يسود بين الطرفين الوضوح والصراحة والصدق لأن الغضية مبنية على ماذا كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن صدق وبينا بورك لهم فمن البداية خليكون صادق أنا أعاني من شغلة أعاني من شيء أعاني سويت عملية تكميم ولا ما سويت سويت عمليات تجميل ولا ما سويت هي كذلك سويت عمليات تكميم سويت عمليات تجميل حتى ماذا لا يأتي عليه بعد ذلك يتفاجأ أن الأولاد لربما فيه شكل معين مختلف عن شكل الأم أو لربما اطيح بيضة صورة قديمة للزوجة شكلها كذا و سويت ليش ما قلتي لي وأحيانا تصير شيء مضاعفات لعمليات التجميل فيما بعد للأنف للحواجب لكذا للفك لربما تصير تقول والله أنا لأنم سوية والدكتور ما سوى عدل طلعت لي عمليات مضاعفات لازم يحتاج إلى كذا كذا هذا الأمر من البداية خليك واضحة فإذا هو رضي و قبل أو هي رضيت و قبلت الأمر لكم خاصة مثل ما نقول الأول شرط آخر نور كذلك في قضية العقد الزواج هو مثل عقد بين طرفين أساسه ماذا الصدق القبول الإيجاب الأمانة النزاه الوفاء في هذا الأمر فبعض البنات تسكت سويت سويت يمكن علاج بس قولي له خاصة لأن في تداعيات لأن هذا الإنسان لأن من الحل بينك و بينه راح يراج بدون ملابس ربي كما خلقتني هذا حلال بينكم يعني هذا الأمر لا يعني أعتذر أن يقولها الكلمة لكن أمر أحله الله بين الطرفين ولا حياء في ذلك دكتور لا حياء في هذه القضية من هذا الجانب ولا حياء في التعلم أيضا نقول فالشاب سوف يرى بنت لربما عملت عمليات فيها ترخل تشقق مثلا خلني يقولها تهذيب لي زيادة بالوزن راح يشوف شيء إما أنه يستغرب أو ينفر منه أو هو من البداية واضح عنده حتى بعض البنات لربما تقول والله يشوف عليها أشياء يقول له كأنه في وشم عليك تقول له والله أنا سويت الوشم علشان أخفي الجروح اللي عليك جسمي هذا لربما الشاب يمكن فيه ناحية من التدين ما يرضى بهذا الأمر ليش ما قلتي لي حتى لا أسيء فيه تشظن أنه أنت والله عليك وشم تاتو من هالكلام كذلك للشاب أيضا بعض الشباب الآن مو قادر يضبط أكله مو قادر يضبط حالته النفسية من الأكل فسمنا سمنا سمنا فلما يسوي شو يصب جسمه سمح لي أقول لك أنا عندي بعض الأصدقاء جسمي يكون متراهل جدا حتى يؤثر على شنو لا أكل لا نوم لا صحة لا تنفس لا حركة ما يقدر حتى البنت ما يؤثر على إنجابها أو هو على قدرتها فكل هذه الأمور مؤثرة فمن البداية سويتي لعلاج الله يحفظك وسلمك قولي للشاب هذه دكتور المكاشفة والمصارحة قبل الدخول أحسن قبل الزواج نعم ولكن في نظر الدكتور راشد العليمي لو هذا الشاب ما بلغته هذه الفتاة وما قالت له أنه أنا عاملة هذه العملية التكميم وغيرها ودخلت مثلا على واكتشف هذا الشيء في نظرك دكتور راشد ما هو التصرف الصحيح الذي يعني يفعل هذا الشاب تابعي هذا السؤال أو السؤال قبله أن لو أنه اكتشف كانوا خاطبين كانوا خاطبين يعني أنا ودي المرحلة اللي قبلها كانوا خاطبين ودولوهم الدزة وسووا على سبيل حفلة خطبة مثل ما يسوونها بعض الناس زين وشرال لها الذهب والشبكة ويكتشف بعد ذلك قبل الزواج بيومين ثلاثة أيام زين أنه شنو هي مساوية التكميم يفسخ ولا ما يفسخ يرجعوا لأموره ولا ما يرجعوا لها شرعا وقانونا يرجع لكل شيء لأن القضية حتى المهر يرجع كل شيء القضية بخلاف على قضية الهدايا هذا قضية ما أنا بنتكلم عليه لكن المهر دافع لها مهر خمسة آلاف سبعة آلاف عشرة آلاف دينار يرجع المهر نوط بعد نوط يرجع لها بالكامل ليش لأن هنا في غبوا عليه في غبن رح يسرع عليه ليش ما قلتين لأن أنت مساوية والله أنا سكت أنا كذا كذا أنا ابني ضميري حسيت بعد ذلك لازم أقول لك فقالت لها قبل العقد أنا أتكلم شو قبل العقد قالت لها الأمر لا الحق أنه يفسخ لأن الخطبة وعد وليس عقد هذا بنص القانون الخطبة هي وعد وليس عقد لما يكون العقد الآن سؤالك الآن الكريم الآن سكتها وسكتها وسكتها ويبي يدبسون هذا الإنسان بهذه البنت والبنت بهذا الشاب ثم اكتشفوا عفوا هي أو هو فعل هذه الأمور لهم الحق أيضا أن يرفعون أمرهم إلى القاضي الفسخ ما يكون من أحد إلا من القاضي فقط يعني يبي يطلق راح تشوف عليه أمور راح تسير عليه يقول لها لا تطلق لا تطلق وأنت أيضا لا تقولي لا ولا تطلبين المخالعة القضية شرف أمرها إلى القاضي أن تقول لها ولا صار كذا وكذا وكذا وعندها الأدلة وعندها الأمر الواضح وما قال لنا ولا بي يلي إننا مسوي هذه الأشياء فلها الحق أيضا أن الأمور كأن لم يكن بينهم شيء ويروحون كل واحد بحال سبيله أكثر الحالات دكتور تم فسخ العقد أو كذلك أيضا جاء بالطلاق من قبل القاضي موجود هذا وهذا طبعا نحن من ناحية الشرعية القانونية الفسخ ما يكون إلا عند القاضي هذا يخلص منها يعني لا يكون الأب ولا الأم ولا الفسخ فسخ عقد الزواج يكون عند القاضي هذه خصوصية للقاضي لكن نحن نتكلم الآن بمحور حديثنا فترة الخطبة فترة الخطبة أنك تشف وخاصة الشاب راح مرة مرتين ثلاثة ثم بعد ذلك بكلام عرضي يصير مرات إختها سمعت منها أش وإني سويت والله الحمد لله حق جسمي تكميم فتتفاجئ الأخت فتقول حق أخوها واخوها الحين شنو الرأس مرسم وين الفندق وين الملاك وين نسافر وكذا شنو شم سوية لش ما قالت لي فتقول لا أنا والله خجالت واستحيت لا 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 هذا الأمر ما ينبقي ولذلك مرت عليه حالات كثيرة في فترة الخطبة أن الشاب مثل من ذلك الكع وقف رجع بسبت شنو اكتشف أن البنت بسوي عملية تكميم أنا ما أتكلم الحين سويتها لسبب أو لغير سبب أنا أتكلم صيروا صادقين واضحين وتكلموا حتى ماذا هذا الإنسان يقدم على أمر واضح أو شنو أنه لربما يقع على خده وكذلك عليه أهوة خلك أنت واضح طبعا أنت الحين أستاذ جابر قاعد تكلمني على قضية معينة وهي التكميم أنا أتكلم حتى على أمراض أخرى يعني اسمح لي أمراض أخرى لربما في الوسواس قهري لربما فيها صرع لربما هو أنا لما أتكلم عن طرف أقصد طرف الثاني هو لربما فيه أشياء مسوي عمليات بالقال بالكلة أمور كثيرة جدا أو حتى لربما هو عارف نفسه أنه ضعيف بالإنجاب أو هي لا تنجب لابد من البدايات يقولون أنا أعرف بعض الشباب يدرى أن البنت ما تأتي بأولاد مستحيل ما تأتي لأمور طبية في الرحم وغيرها يقول أنا أبيها أنا عندي عيال أنا سبغ لي الزواج ولا أنا كبير بالعمر ما بأولاد أبي هي راضي من البداية وتم الدخول أيضا خلاص أنت كنت تدري وقل له نحن وفيه شهود قلنا له ودخل عليها لا يأتي بعد ذلك شون هي بيطلقها له أو هو لربما قال لها من البداية أنا ترى ما فيني أولاد نسبة الإنجاب ضعيفة عندي أو لربما أو عاني من الأمراض كذا وكذا وكذا من الأمراض راضية البنت راضية خلاص واضح ما البعض دكتور ممكن في بعض الفتيات تقبل في هذه الشروط أو في هذه الأمراض أو في هذه النقاط التي ذكرها هذا الشاب لكن بعد فترة تأثير الناس لحواليها المجتمع لحواليها في البيت ممكن الأخوات ممكن الصديقات لماذا رضيتي بشخص لا ينجف أو شخص بخيل أو شخص بدون راض يعني بدون وظيفة فرضا تدري شنو الكلام الله يسلمك أنا بسأل سؤال بعد لماذا هي رضت من البداية تدري شنو السر لأنها راضية من البداية خلاص هي من خدعة مشكلة لما تعيش في سكرة الحب ما تعيش في وضوح العقل ما أخذ التصور يعني هذا الأمر نقول لما تروح السكرة تأتي الفكرة من شنو من كلام اللي شنو اللي حواليها من البدايات أحيانا ليش إحنا يعني بحلقاتك الكريمة كنا نتكلم على موافقة الأسرة والأم والأب والإنسان يدخل إلى الزواج بناحية عقلانية وليست بناحية شنو إنه والله نشوة قط عمري مرة شي قالوا اللي بيطلهم والله خلي قط عمري خلي ينتحر شيء يسوي لنا هذا ولا يدخل يورط عائلتهم فمثل هذه البنت أو هذا الشاب من البداية لما دخلوا على العلاقة الزوجية وفترة الخطبة بعضهم على النشوة وبعضهم على حب الزواج بعضهم على الرغبة وبعضهم معجبة فيه وبعضهم عفوا نقولها الكلمة الحين ما بيتكلم حلال الحرام لكن لها مأخذ شرعي لكن دخلوا الآن على علاقة حبي يحاشون بعضهم سنة سنتين ثلاثة فهو يطلع أجمل ما فيه ويطلع أجمل ما فيها وارتبطوا تلاشت أمامها غشاوة أمام عينها ضبابية أنه ما في أي عيب وهي ما فيها أي عيب وأمك أمك أمك يعني شوفون جدامهم شيء واضح وأمامهم مستندات أمامهم أوراق أمامهم أيضا لما فتشوا وعفوا نقولها الكلمة بين قوسين تجسسوا على حالة أو على حالة اكتشفوا فيه ملاحظات فيه أمور يعني تستدعي أنه ما يتممون الزواج لكن شنو نشوة الحب وغشاوة الحب أعمت أبصارهم متى تزول متى تروح إلا بعد عقد الزواج جميل دكتور اللي يروح لها الشاب ويرى هذه الشاب هل يتزوجها أم لا بعض الناس يروح لكن ممكن ما يتزوج ولكن بعد الفاصل مشاهدي الكرام فاصل ومن ثم نعود عدنا لكم مشاهدي الكرام ولا زال الحديث مع الدكتور راشد العليمي وحديثنا عن الخطبة عسل دكتور بعض الناس من الشباب يغابل هذه الفتاة ويتوكل على الله بعض الأسر بدت الآن تنزعج من مثل هذا التصرف من بعض الشباب اليوم زيد وعبيد ومحمد وخالد الكل قاعد يغابل هذه الفتاة بروحها لكن ما حصل نصيب إلى الآن نعم كيف ترى دكتور راشد؟ طبعا هذا الأمر لن يجب أن نطالع فينا قضية مهمة جدا هذا الأمر الآن عقد بين طرفين الزواج يضعون العلماء في باب المعاملات زين هذا الأمر أنا أشبه لك تشبيه شوية بعيد مو تقليل من قدر الزواج لكن حتى تصل الصورة بوضوح لما تدخل محل الله يحفظك وتبقى تشتري مثالها على ذلك هذا القلم الله يبارك لك هل ممكن تشتريه؟ وممكن أيضا ما تشتريه صح ولا لا؟ صحيح ممتاز جميل جدا هذا الأمر صاحب المحل عارف أنه فلان دخل والنعم فيك يمكن يعرفك أو ما يعرفك شفت البضاعة شفتها كذا قلبتها احتمال تقبل إليها واحتمال شنو تدبر عنها موجود هذا ولا موجود جميل كذلك أنا أود صورة أن هذا عقد بين طرفين كذلك الزواج عقد بين طرفين احتمال شنو يصير فيه فيه قبول وإجاب واحتمال شنو يصير فيه رفض وابتعاد واضح هذا الأمر جميل فلا يعطي الأهل الزوجة أو أهل الزوجة إنهم إذا رايحين شنو ردونا هذولا ما يستحون هذولا لا 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 لحظة خلكم من البداية على وضوح كذلك أهل البنت زين بنتنا شنو ناكسة بايرة في هالشي عشان يرفضون لا خلوا لربما هو عنده شيء شاف بالبنت شيء ما خلاه يقبل إليها أو يقبل هو وافق وهي شنو احتمال هي ما توافق رغبة واختيار وأمر معين وعندها أحاسيس وهذه الأمور فمن البداية خلوا يتصورون بنت الناس احتمال شم واحد يتقدم لها ثلاثة أربعة خمسة وأنا يتلي حالة من أغرب الحالات يوليها العصر ناس ويوليها المغرب ناس ويوليها وراء العشة ناس ما شاء الله زين سوقها قايم الله يبارك السؤال هل في خطأ الآن لا ما في خطأ حتى تصلوا عليه من جماعتهم قالوا الآن شنسوي قلت لهم عفوا أعطيتوا كلمة حق أحد بيوعد للزواج قالوا لا ما عطينا أحد مجرد سبحان الله من قدر الله أن يوناس في هالفترة وناس في هالفترة مثل لكم الخيار الآن سئلوا فتشوا والذي تحسون أنه هو الأفضل والأجذر والأكفة اقبلوا إليه زين وحذولا ما أحد فيهم يدري من هذا الأمر هذا لا يقول بعض الناس بنتنا كتالوج بنتنا مشرع بابها كل من حب ودب هذا كلام الشباب لا 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 أبدا أبدا واحتمال أجي لها مرة مرتين ما يصير بعدين تكتشف أشياء وتستر على البنت وتوخر وتصير هالأمور يعني تصير يعني من باب الأمانة المجالس بالأمانة يعني تعال يا راشد شفت عن بنت الناس شيء ما أعجبك فيها شا تسوي هنا ولا ما في نصيب وتمشي ولا تتكلم نعم أبدا هذه يصبحون المجالس بالأمانة والستر على أعراض الناس أيضا هم لربما شافوا على الولد شيء من الأمور البنت ماتة به واكتشفوا شيء فيه أموره دينية أخلاقية سلوكية صحية أمور معينة استروا عليه ومشوا عنه خلاص ما يتكلمون من اللي يتكلم لما يتزوج اللي يتزوج وصير طلاق بينهم يبين شو نصب المشكلة أما الاختيار بالبداية ما يتكلمون فعفوا في نقطة مهمة جدا هذه البنت الحال لما يقول لها زي مو معناها أني أنا لما يتقدم حق بنت الناس خلاص سك اقبل يلا تزوج لا 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 ولا هي كذلك احتمال شنو أنا ما تقبلني ولا تزوجها أو لربما انتشر خبر تعال والله راشد العليمي النمر ترى على ثلاثة بيوت أربع بيوت شنو هذا قاعد تطمش على بنات الناس لا أبدا في أسباب خلى من البيت الأول الثاني الثالث أنا عرف واحد ترى البيت رقم خمسة وعشرين تزوج منه إذن دكتور الظاهرة الصحية ليس فيها هناك خطأ شرعيا لأن بعض البيوت ترفض أبدا شرعيا وقانونيا وتوقعوا توقعوا هذا الأمر أن بنتكم الحمد لله ما دام سألوا عنها يعني في رغبة عليها لكن احتمال احتمال في قبول أو في رفض الرفض احتمال من الشاب احتمال من البنت مو معنى هذا بنتكم فيها شيء أو الشاب فيه شيء أبدا ترى يعني أنا أتصور يعني واحد من الأصدقاء يعني ذكرت أن تقدم حق البنت والحمد لله عائلتين كريمتين لكنه عنده مواصفات معينة البنت اتصت عليه بعدين قالت ليش رفضني قال لا والله بس الحمد لله والنعم فيكم بس أنا حسيت أنه مو أنتي اللي أنا متصورها اللي أنا أبي بكل هدوم بكل أدب هذه رغبات هذه رغبات فبعض الناس خلاص يا واحد رفض البنت ما يخلي حديد يتخل بيتها عوث بالله ليش شنو أنا شايفين على بنتنا شيء و تلقى عنده يمكن أربع أو خمس بنات و عنده بعضهم عنده عشر بنات عشر بنات رفضوا وحدة خلاص منع البقية لا رزق هذا من الله سبحانه وتعالى فالقضية أنه شنو تصور يوحق بنتك في قبول في رض و أيضا بعض البنات لا يدخلها قضية شنو حسد مسوي لي عمل مسوي لي سحر يولي أربعة و متوافكة يولي أربعة لا أنا مربوط على حظي و نصيبي لا أتق الله أول شيء في هذه الأمور لربما لربما إذا قدرتوا تصلون حق الشاب و قال لكم شنو السبب تعرفون بنتكم ما فيها شيء زي لكن غير لما البنت يتخلها وسواس بعد ذلك أنا فيني شيء أنا كذا و يلا أحباط و حالة نفسية و اضطراب و أمور قولها لا 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 ما فيك لك الخير و أنت قاعدة بيت معززة مكرمة محشومة محفوة محفولة مكفولة كلها الأمور الطيبة هذه لكن السؤال المهم جدا أنت اتقل الله سبحانه وتعالى و ادعي الله أنه يسلش الخير أحيانا الله يحفظك يبارك فيك على قضية مهمة جدا و هي قضية شنو أوكل الأمر إلى الله من يتوكل على الله فهو حسبه احتمال الله يكشف للبنت أو يكشف للشاب أمر كان خافي عليه فهن شنو إما أن يقدم أو ماذا يحجم و يبتعد عن هذا الأمر نقول له على خير و ما تدري الخير فيما اختاره الله لعل واحد اثنين ثلاث اربعة الخامس يكون في الخير أو لما الأول يكون في الخير فما تدري و أنت كذلك فبعض الناس يصور على نفسه شنو إحباط عفوا دكتور البعض من الشباب والشابات يتعلق بالعين والحسد والسحر و كذا بعيدا على أن لا يتعلق في صلاة الاستخارة و هي اللي كان يوصفها النبي صلى الله عليه وسلم جمع جدا بالإنسان يتوجه هني راح تبين للرؤية دكتور السؤال المهم جدا و اسمح لي في نقطة بس أركز عليها الآن هذه الفتاة لما يولها بعض الناس واحدة اثنين اثلاثة ما صر نصيب على طول تروح صلاة الاستخارة شنو و اسمح لي بقولها من ناحية شرعية لالحين مو هذا وقت صلاة الاستخارة متى صلاة الاستخارة تكون جميل صلاة الاستخارة تكون يا محفوظ السلام و يبارك المشاهدين العزاء أن تكون قبل العقد النبي صلى الله عليه و عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة إذا هم أحدكم الحين فيه همة فيه زواج الحين لا يوجد شيء لا يوجد شيء فيه مجرد سؤال استشارة نظر تقصي حتى توضح دكتور أكثر متى يتصلي استخارة الشابة و الشابة جميل جدا فصلاة الاستخارة تأتي لما الأمور تتم وافقته نعم وافقه نعم حتى يمكن تسوى الفحص الطبي ممتاز لا تسوى الناس بعد أصبر عليه زين تسوى الفحص الطبي متى الآن حدده متى على سبتال والله يوم الأثنين القادم صلاة يصبح عقد الزواج فالآن الفترة هذه يقول لك صلاة الاستخارة هي أو هو حتى ماذا أجعل ما يأتي بيد الله سبحانه وتعالى وكرمه شوف الأمر حتى ماذا الآن الآن هل القضية الرئيسية على الخطبة ولا الارتباط يكون بالعقد وين يكون الارتباط بالخطبة ولا بالعقد هذا هو العمل فالآن قبل عقد الزواج بيوم بيومين ثلاثة أصلي أنا عارف يعني واحدة من البنات قالت أنه بس تقوا يعني تصلوا عليهم ودنا نشوف بنتكم بس نشوف بنتكم صلت الاستخارة عشر مرة فشنو قالت قالت ما طلع لي شي لشنو يطلع ليش عفون صلاة الاستخارة لا مجرد أني أأدي الصلاة ركعتين ثم بعد السلام أدعو الدعاء الله من يستخيرك بعلمك واستخديرك بقدرتك وأسلك من فضلك حديث جابر الذي يراه إمام مسلم أقول هذا الدعاء وبس بالرؤية أشوف شي لا ما أشوف شي نفسي ترتاح لا ما لها شقل زين يطلع لي شي وانا نايمة يمر جدامي لا أشوف صورة الحبيب لا 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 ما كو شي ترى القضية أني أجعل ما يأتي بيد الله سبحانه وتعالى فإذا تم الخير فيما اختاره الله ما تم أقول شنو لعله شر صرفه الله عني فبعض الأخوات بعض الشباب يقول الله صليت ما طلع لي شي شنو يطلع عليك عفوا حس نفسي تمو مرتاح هذا يجرني على قضية واسمح لي يعني أركز عليها أن بعض البنات احتمال قبل عقد الزواج تتردد بالزواج ويقول لها الآن شنو خوف طبيعي خوف فطري هذا خوف قريزي تخيل أنثة عفيفة كريمة حافظة نفسها من الفاحشة ومن الغرض خلنا نقول عشرين ثلاثة عشرين سنة ثم يأتي شاب لأن تتخيل وبالبنات يكلمونها أنه راح يكون لها شاب رجل يدخل معها غرفة النوم يكون معها بفراش واحد شيصر عليها لربما رعب خوف ترفض الزواج احتمال وهذه مرت علي مرت علي أن الأبي يقول ببنتنا الحين أحرجتنا ونودي ويوهنا جدام الناس الآن أبقى على عقد الزواج إلا يمكن ثلاثة أربعة أيام قلتنا بس ما أبي يا ابنيتي شنو شايف علي ما أبي هذه الحالة النفسية تأتي علي تحتاج إلى معالج نفسي ليكسر عنها هذا اللي يصبحونه شنو الاضطراب والخوف والقلق من قضية شنو حياة زوجية شوفي أمو شوفي خواتك شوفي أخوانك شوفي نرفيجاتك كلهم تزوجوا وما في إلا هذا خوف خوف ما شنو الإفراط فيه إذا زاد الخوف رح يولد له شنو عامل نفسي إذا شنو ما تتزوج نهائيا بعد ذلك فهذه نقطة أنا أركز عليها ينتبه لها ترى مو عمل ولا حسد صحيح موجود وندري عنه ونؤمن في هذا الأمر لكن ماذا أحيانا يربطون كل شي بماذا بالعين وساوس في غير محل الله يسلم جميل دكتور عسى الله يعطيك العافية وتحدثنا اليوم عن الكثير فيما يخص الخلية التنظيمية وكذلك هي أساس وركن المجتمع لو هو العائلة تحدثنا عن الخطبة وعن كذلك أيضا النظرة وكذلك أيضا بعض الأسس التي تخص هذا الشاب والشام الله يبارك شكرا جزيلا دكتور بارك الله فيكم عسى الله يعطيك العافية مشاهدي الكرام وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من مساكن مستغرة إلى ذلك الحين في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة